اشتركوا في القناة في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم التي اختتمت مؤخرا بالعاصمة الكويتية واشد سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه ببرقيته بهذا الإنجاز المشرف وبجهود المتسابقين من أجل تحقيقه ورفع اسم مملكة البحرين بكل فخر واعتزاز متمنيا سموه له من دوام النجاح ومواصلة الإبداع والتفوق وثمنا سمو ولي العهد الجهود المخلصة التي يبذلها مع الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورعايته المستمرة لمختلف البرامج والأنشطة والفعاليات المرتبطة بخدمة كتاب الله العزيز والنهوض بمستوى حفظته بشتى السبل المعرفية وتسخير البيئة اللازمة التي لا غنى عنها للإبداع وتحقيق الإنجازات وحرصه على مواصلة نجاحهم الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الناشئة والشباب متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسدد ترجمة نانسي قنقر